اشتركوا في القناة الحقيقة الرسول دايماً بيقولولنا عنه إن عنده مكارم أخلاق ما حصلتش على حد وجه يتمم مكارم الأخلاق هنشوف ده مع الأخت مارينة أهلا بك يا أخت مارينة أهلا بك يا فرحة دايماً لما بنسأل إدونا أو يعني قولولنا أمثلة أو تلات مواقف تدل إن الرسول عنده مكارم أخلاق تلات حاجات كده ولا حاجتين حافظينها كل المسلمين زي بعض على مستوى العالم كله احنا هنتكلم النهاردة عن الحاجات المشهورة بين المسلمين لما بنقول لهم إدونا إيه مكارم أخلاق تلاتة أي حاجة فعلى عموم إيه حنشوف طبعاً فيه إشاعة كبيرة جداً بتتقال ده الرسول قال لأعداؤه اذهبوا فأنتم التلقاء هل ده كلام صحيح؟ هنا اذهبوا فأنتم التلقاء الراوي بعد أهل العلم المحدث الألباني في السلسلة الضعيفة يعني كلام فاضي ده كلام فاضي فهو بيقول لك خلاصة حكم المحدث ضعيف يعني لما أنا أقول للمسلم الديني مكرم المكرم الرسول قال لك هو لما أعداه وقال إذهبوا إنتم التلقاء بيتحقوا عليك ده كلام حاجات ضعيفة أصلاً ده أصلاً الحديث ده ضده اذهبوا فأنتم التلقاء يعني إيه يعني هو مدي يعني هو مؤيد ناس هو كده ده ده المفروض ضده اذهبوا فأنتم التلقاء إيه أنا أقول لك ما فاعل بكم أخون كريم وإن ابن أبن كريم مش عرفة اذهبوا طب معا الحديث كويس إنك قلت الحديث ده مارينة ماذا أنا فاعل بيكم؟ يما آخر كريم إن أخي طب معا لو قالوا لك كده يبقى أنت حطيتهم تحت ضغط يبقى الحديث ده ضده يعني أنت حبيت تسمع الكلمتين دولة أخون كريم ابن أخن كريم وبعدين في الآخر يطلع ضعيف يا راجل طيب هنشوف بقى أخلاق الرسول بجد بقى هل فعلا هو قال لهم اذهبوا وانتم التلقاء ولا لا؟ ضعيف ضعيف هنشوف بقى عمل فيهم إيه؟ أيه في الموقف ده أيه في صحيح مسلم كتاب الجهاد وسير باب فتح مكة لأن دي اذهبوا وانتم التلقاء دي كان في فتح مكة فقال رسول الله ترونا إلى أوباش قريش أوباش قريش أهله اللي هم أهله يقول لهم أوباش أوباش قريش وأتبعهم ثم قال بيديه إحدهما على الأخرى يا سيد الرسول ثم قال بيديه ده قال بيديه يعني كده افهموا الكلام اللي أنا بقول ثم قال بيديه إحدهما على الأخرى ثم قال حتى توفوني بالصفة قال فانطلقنا هم المسلمين فما شاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتله وما أحد منهم يوجه إلينا شيئا فقال ما حدش من التانيين بيعمل لهم حاجة هم عمالين بيقتلوا قال فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد أبات قريش لا قريش بعد اليوم ثم قال من دخل دار أبو سفيان فهو آمن موضوع قصد أبو سفيان يبقى إيه خلى أباد الراجل قال أبيحت خلاص خلصت يعني ضمر قريش كلها دبح قريش كلها أبيحت يعني لما العرب يقولوا أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم يعني معناها عدد القتلة كان رهيب ولا إيه طبعاً أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم طيب يبقى ما لقلهم إسهدوا أنتم الطلقاء ولا أي حاجة كان قاعد يقتلوا فيهم بالظبط أنت عارفة يا فرحة لما دخلوا مكة استمتعوا بالنساء كم يوم آي 35 يوم بنستمتعوا بالأهل بأهل إيهم بأهل إيهم عندهم جيرانك وأهلك وعرفينهم وده اللي عملوا داعش صحي والمسلمين اللي كانوا حوالينهم الستة كان بتحكي إيه مارينة تقول ده كانوا بيخشوا عندنا يكلوا ويشربوا وبعدين لما داعش دخلت خدونا مش داعش اللي خدتهم هما الجيرانهم اللي كانوا بيخشوا يكلوا ويشربوا عندهم كانوا بياخدوهم هما نفسهم بيختصبوهم البنت كانت في حالة صدمة في حالة زهول ده احنا كنا جيران كنا كأنهم عيلة وكده آه يعني برضو من من ضمن الحاجات اللي فيها أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم يعني برضو وأنا بكلمك افتكرت لما بني قريزة دخل دبح الناس كلها الصغير وخد خد الأولاد والنساء بس آه صفية وبنت تانية كانت ماشية قريبتها ماشي التانية بيمشي على الجسس بيمشي على الجسس مماشيينهم على الجسس طبيعي يعني اللي شايفة جوزها وأخوها وأبوها وابنها كده فواحدة اللي صدمة والدم والدبح والصراخ ودبح يعني مش دبح معارك قدام بعض لا ادبح ادبح على طول الدم ووحت الدم وصراخ وأطفال بتعيت وبتصرخ حوالي 700 بنا آدم 700 ل900 أمية وأطفال بتصرخ يعني المنظر فماشية بيمشيهم على الجسس ايه جرام جرام فيقول له الستة بتصوت يقول له سكت هذه الشيطانة اشوف فين الرحمة دي مكلومة على أهلها تقول هذه الشيطانة لا تسألون عما أجرامنا يعني ما القرآن بيقول كده ولا نسأل عما تعملون ولا لما ياخد صفية وجوزها قتل جوزها وقتل عشرتها كلها ايه وبعدين وأبوها يقول لك أسلاكات بتحب الرسول حبت انت اللي قتلت بابايا يا دي انت اللي قتلت بابايا عندك حق وبعدين بعد كده يخدها ويدخلها وينام معها فين الأخلاق أسلامت وقاحة حسنة أسلامت لا معلش بقى دي يقولوا عند المعبد معابد في الأخي لازم حسنة أسلامها دي عشر يعني دي منطقيا وحدة ما أبو أيوب كان وقف برا بيحرص ليه بيحرصه هو منها لأنها ممكن خايف عليه من تقتله لأن شايف ان دي جريمة حصلت دي أخلاق الرسول اللهم أحرص أبا أيوب كما بتا يحرص لي ده اللي جاي تم المكانة من الأخلاق فرج عليهم ويحرصهم ده اللي جاي يعلم المسلمين اجذبوا ده اللي علم أبي ابن كعب ويقول له اشتم بالعورة ده اللي كان بيسب المسلمين اللي دخلوا عنده وأقول أقول يا مارينا بصي لو يعوزني الوقت اللي أنا أقول الحاجة الثانية يا فرحة يقول لك ده كان فيه جارو يهودي ده كلام في واضي جارو يهودي وكان بيحط له أذى ما دي أنا متربية عليها دي كل المسلمين في حوالين العالم كله بيقولوها جاروا اليهودي يحط له الأذى وكل يوم يلاقي الأذى وبعدين في يوم القاش الأذى راح يسأل على اليهودي أم اليهودي شافوا يسأل عليه قال أشهدوا لها طبعا دي حكاية مش موجودة في الكتب من الخضر حكاية مش موجودة في الكتب أصلا مش هيلقوها ده كلام فاضي دي أساطير التيتا وكده يعني أساطير الشيوخ لا يعني انت خطيها من شيخ لا خطيها من ممتك وممتك خطيها أيوة شيخ قالها مرة في قاعدة كده أيوة خطيها فراحوا انتشرت ما همش لقيين يا حرام مش لقيين حاجة قال فيختروع حكاية فاكرة يا مارينا لما بنقول لهم هتقولنا طب حاجة طب حاجة آه ثلاث حاجات ما فيش طب حاجتين طب حاجة يقولك كتير بس مش فاكرة أيوة لا بالزم أنا لو حد قال لي تكلمي على المسيح وانا هبطل أتكلم عنه احنا كمان بنطلب مواقف حصلت تدل إن الرسول عنده أخلاق ما فيش يقولك كان أخلقه القرآن أنت ما بيشهد على نفسه قد ابني ربي في أحسن ما يشهد على نفسه جاء الوتام مما كرموا الأخلاق بيشهد على نفسه لا يعني تقصدي إنه هو من يشهد للعروسة أيوة بيشهد لنفسه هو اللي بيقول احنا بنقول عايزين مواقف ما فيش مواقف صحيح صحيح فناخد نقطة كمان يا فرحة مثلا يقولك إيه إنه في سعي البخاري كتاب الرهن يقولك عنا عائشة قالت اشترى رسول الله من يهوديا طعاما وراهن ضرعه عندي اليهودي هل ده الحكاية ده صحيحة يعني هل كان بيرهن قبل موته وراهن ضرعه عندي يهودي بس كان جيران ويهود وكانش لقيها كل وراهن ضرعه عند اليهودي ومش عارف ايه هل التالب ده صحيح تعرفي تعرفي إن أنا سمعت الشيخ قالي إزاي إزاي حاجة زي كده اليهود نفسهم كانوا مطرودين أيوة مطرودين تاني حاجة هو الأعلى إزاي ياخد من واحد أدنى منه اللي هما اليهود يرهن حكتوا عنده في صحيح البخاري العكس ده لما مات مين طلبت بمراسة يقولك أن فاطمة عليها السلام والعباس أتى إلى أبا بقري التاميسان من رأسهما أرضه من فتك وسهمه من خيبر فقال أبو بكر سمعت رسول الله يقول لا نورس ما ترقناه صدقة إنما يأكل قال المحمد من هذا البيت والله والله الكرابة رسول الله أحب إلى أن أصل من كرابة الروي عائشة والكلام في سعي البخاري يعني يقعد يقولك ده الرسول كان فقير ده الرسول كان بيحط على بطنه مش عارفة أنا كنت بعمل الحركة دي بتعود على الأرض يا ماما الرسول الرسول ما كانش يلاقي وانا بأكل وانا بأكل وانا بأكل وانا بأكل طيبة طيبة المسلمين كانوا طيبين قوي المسلمين طيبين أيوة فدلوقتي هل الرسول كان بيحط حجر على بطنه وكان بيرهن دراعه طب بيأكل التسع نساء إزاي التسع بيوت يأكلهم من فين مارينا عارفة أرض الفدك دي أرض كبيرة جدا والفدك دي بتاعت مين اليهود ودي مليانة زراعة ومليانة نخيل أرض يعني حاجة وبعدين فاطمة ما تعرفش أن أبوها مش هيورزها مثلا فقال لها لأ ده نسمات الرسول بص يخترعوا هما وقفين اه كذب اه كذب اخترعوا زي ما الرسول كان بيخترع كده وهو وقف ويحكيه بتاع أمها عشان بنته اه ما تنسيش إني ليه بنت هي اللي هتاخد في الأرض دي صح ولا لا اه أنا بتكلم كمان على الصحابة قاعدين يخترعوا أحاديث يخترعوا صح اخترعوا أحاديثه هما وقفين لأ أنا سمعت رسول الله بيقول الأنبياء لا تورس طب هل الأنبياء لا تورس ما سليمان طب ما سليمان في القرآن نفسه ورس داود داود ورس منه ورس من داود أبوه يبقى إزاي طيب إزاي الأنبياء لا تورس شوفيه بينخد نفسه بنفسه مثلا هجيب لك نقطة معينة عائشة يوم خصمة عبد الله بن الزبير وقعدوا يتحيلوا عليها يقولوا لها لازم تصلح ابن أختك وبتاعدوا قالوا ما أبدا والله ما صلحوا أبدا أنا حلفت وحلفاني ما ينزلش الأرض عشان تكفر عن الحلفان بتاعها أعتقد أربعين رأس يعني أربعين عبد تخيالي أربعين عبد عندها طب الرسول كان بيعمل إيه الرسول كان بياخد الأنفال ياخد الخمس كان بيعمل بيهم إيه دولة يقولك على بطنه حجرة بصي فيه واجدي غنيم قالك ده كان مليونير أصلا مليونير إيه ملياردير وقته يعني آه تخيالي واحد بينزل الغزوة 27 غزوة أولي كل غزوة ده غير إيه السراري اسمها السرية غير السرية مش عارفة كم السرية ده ليه ليه الخمس تمام يبقى على جنب كده وليه إيه تاني صفي المغنم صفي المغنم يختار الحاجة الحلوة فتخيالي مثلا لو ميت نقول ميت جمل آلف جمل ليه الخمس يبقى ده إيه هم نحسيبها بقى لازم آه لازم الكالكوليتر آه طبعا من الستات ومن الجواري ومن العبيل وباقي الجيش ياخد الباقي والجيش ياخد الباقي طيب إحنا ما كرم أخلاق الرسول هل الرسول كان عنده ما كرم أخلاق؟ لا هل موقف بتدول على أن الرسول عنده أخلاق؟ هم وعايزين ناخد موقف كمان يا فرحة لما عبس وتولى فاكل أعمى طبعا ده أعمى مش بيشوف وجايس قالك حاجة في الدين آه فهو عشان بيكلم الأغنياء مش عايز الناس الحسالة دي اللي هي إيه شايفها حسالة حوالي طول الوقت العميان والعبيد حتى التفسير يقول لك كده إنما يقول في نفسه إنما أتباعه إيه العبيد والعميان هم العبيد والعميان هم دول اللي ماشيون وراه عشان الغنيمة والنساء والحاجات فجالوا الأعمى عبس وتولى طيب المسلم يقول لك مها ربنا عدبه طيب مها ربنا عدبه ليه لأن هم رفضوك لنفسي أقولك دلوقت المسلم يقولك عالصدق القرآن إن ربنا عدب لا ما كله مألفه كله تألف في كل تألف لأن هم ما قبلهوش الأغناء ده لما رجوش اللي بيقولوا اللي بيعملوا ده وكمان خسر دول وخسر دول قالك تبارجع للحسالة بتوعيه بالتاني والأوباش بتوعيه اللي هم طبعا قالوا ربنا عاتبني لما أنا عملت في كده ده يا جماعة سوري سوري يا جماعة ده ربنا عاتبني عليها واحد ما عرفش ربنا عمره ما هيعبس في وجهه أعمى لو ما عرفش ربنا صح يبقى عنده رحمة صح أعمى يتكلمه ده صحيح لكن يعبس في وجهه ويمشي ويقرف منه ويبقى وسط الناس أرفض من قد ايدي ومسلم اه مثلا اه مسلم ومسلم زيه زيه يعني فهل المحمد كان عنده ما كرم أخلاق أنا مش لاقيه وأنا مش لاقيه مواقف موقف اتنين حتى يعني يا ناس أي حاجة يا مارينا هل ما سبل الراجل اللي ما عملش حاجة اللي اتنين رجال اللي دخلوا عنده وقال لهم سبهما ولعناهما يعني ولا الناس اللي في لما قال كان في بتاعت الغزوة الخندة ولا زو غزوة ايه مش عارفة فيه غزوة كده دخل وقال لهم المية ما تلمسوش التابوك التابوك اه ما تلمسوش المية فمحدش يلمس المية لما تخش محدش يلمس المية اتنين سبقوا لمسوا المية ولما اشتهى مرات ابنه بالتباني هل دي عن الأخلاق دي أخلاق مفيش اللي لمسوا المية دي مش مارينة اه سبهما قاعد يسبهم لغاية لما ريئهم ايش قال فيهم مشاءة اه مشاءة يعني اه يعني الاخر كل الشتائن اللي فيها التيت كلها فهو دايما المسلم عنده العكس يقول لك ما تكرموا الأخلاق تعرفي على طول ان ايه العكس الأظهر الشريف تعرفي على طول ما اه على طول اللي هو مفيش شريف خالص يعني ايه اللي خليته شريف يعني مش فهم يعني وانا برضو ايه ده السؤال حلو قاعديني بقى نعمل عليه حلقة لماذا هو شريف يعني ايه أظهر الشريف تعرفي ان فيه مصيبة دايما عندهم ايه العكس يعني بيداروا على المصائب بتاعتهم بالألفاظ لا بدل ما يقولوا غزوة فانتي ايه تقولي فتح يقولوا فتح عشان ما تاخديش بالك شفت يا مارينا احنا واحنا قاعدين بنعمل عكس ما تكرم الأخلاق بتاعته جبنا واحنا قاعدين كده وسكتين ما فسد الأخلاق واحنا سيبين ايدينا ايو جبنا ومن كتوبهم على فكرة وكتير ده احنا يعني لو يساعنا الوقت كتير كتير احنا محتاجين نقفل الحلقة يا ماشي اتفضل قفل انا لقفل ايو طيب اعزائي المشاهدين احنا بنشكركم جدا ومنقول لكم ارجوكم الرسول الرسول ما كانش عنده مكرم أخلاق ودوروا زي ما انتوا عايزين ولو لقيته هتلاقي حديث ضعيف حط كل حاجة والرسول بذاته تحت المجرى هتشوف حاجات كتيرة قوي 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 وشكرا نشوفكم في الحلقة الكظيمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة